دماغي اللي أصبح فيه هيمانة وفيه اتجاه كامل للهيمانة الأمريكية على العالم مش بس على الوطن العربي ما يحدث في العراق حديثا وما يحدث في فلسطين قديما يبرهن على أن الحكاية رايحة في حتة إحنا ما نقدرش عليها للأسف الشديد لأن ما حدث في العراق خير ومثال فيش أسلحة نووية في العراق ولا أسلحة كيموية واحتلت العراق تقريبا بلا سبب إنما هناك سبب سبب بيقول إن أمريكا تريد أن تسيطر بسبب ومن غير سبب أنا طبعا عذرني لأن أكيد معلومتك أكبر مني في الموضوع ده وأنا واسق أخذ بالنا من نفسينا بقى يا أم ما ننسى نفسينا ربنا هيسترها معنا لأن إحنا نص طيبين